الحقيقة اتكلمنا عن بطلع الروح ويمكن دي كانت من اهم ومن اخر الاعمال انك حقل عملها قبلها على طول كان فيه مسلسل 60 دقيقة هتكلم في 60 دقيقة على شقنا شق الاول انه حقيقي الناس بقت بتميل المسلسلات اللي حلقتها مش كتيرة يعني فكرة البلاتفورمز او فكرة المنصات ساعدت على الجزء ده وبالتالي ابتدت القنوات كمان تعمل ده فكرة انه المسلسل 10 حلقات 15 حلقة 8 حلقات الموضوع بقى مكسف ولذيذ وليه طعم احكيلي شوية عن تجربتك في 60 دقيقة وفي الحلقات القصيرة هو الطبيعة الحالية الحلقات القصيرة احنا من زمان والدراما المصرية والعربية بتقدم الحلقات اليها كان فيه السبعية زمان في التلفزيون طول الوقت تفرج على السبعية سبع حلقات والمسلسل بينتهي يعني لكن اظن مع تغير بقى طبيعة الانتاج وان رمضان بقى مستحوث جدا بالنسبة جيدة على دايرة الانتاج كان لازم التلاتين حلقة بعد شوية طبعا مع ظهور بقى البلدفورم والمنصات وكمان ومواسم مختلفة بقى كمان خلق مواسم بقى مختلفة غير رمضان جدا وكمان القاع نفسه بتاع العصر تغير يعني مسألة ان الواحد يتفرج على ثلاثين حلقة طبعا لسه متاحة بس مش نفس الجمهور اللي كان مش نفس قاعدة الجمهور الكبيرة اللي في حالة ثلاثين حلقة هي برضو لسه موجودة دلوقتي قلت شوية وبالتالي الجمهور الجديد انت لازم تجيب يعني تقدر تقنع الجمهور الجديد انه يتفرج عليك لازم تقدم له محتوى مختلف محتوى جريء شوية محتوى عصري ومحتوى كمان بين سبعة لعشر تامل حلقات انت بيكون الموضوع بمنتهي يعني انا بصراحة باجد نفس جدا في المسلسلات القصيرة وبحس ان هي من منطقة وسط ما بين السينما والدراما وبالتالي بتاخد مميزات السينما ومميزات الدراما مميزات السينما من التكنيك والكتابة المكسفة والإقاع الزبط والإقاع ومميزات الدراما من ان هي بتتشاف على مستوى اكبر حتى من الافلام يعني طبعا ومسلسل سين دقيقة هو يعني بعتزمي جدا لأنه انا كمان بعتزمي جدا بحبه جدا جدا لأنه ايو اول مسلسل سيكتبه مفردا يعني الواحدي وقف ناس الوقت خد فيه راحتي اوي في وقت الكتابة وكتبته بالنسبة التفارق كبيرة جدا وكان اول تعاون مع المخرجة العزيزة مريم احمادي احمادي جميل وهي بصراحة كانت اكتر اول حد يعني كان واثق ان انا وهي ممكن نعمل مع بعض مشروع مشترك حلو وكان فيه تضافت فيه كل العناصر وانا كنت كمان بناقش فيه قضية انا حابب اناقشها مسألة الطب النفسي ومسألة الحدود ما بين التدخلات للدكتور المعالج النفسي في حياة المرضى والمعالجين عنه يعني وان ازاي احيانا بعض الناس اصحاب السلطة السلطة يعني عندهم سلطة طبية او سلطة في المؤسسات بيستخدموها غلط بيستخدموها غلط في كل المجالات بيبقى فيه كده 2-3 فاسدين لازم يبقى واصل شغلانا طبعا طبعا لكن ده ملوش حلاقة طبعا خاص بمينة طب النفسي خالص على الاسلام وده كان باين في المسلسل وكان واضح في المسلسل على فكرة بزبتة حتى اصاد الطبيب اللي بيقوم باعمال مؤلماء كان اصاده كتير من الاطباء اللي بيقوم بالاعمال اللي هي كل الناس بتروح عشانها فالمسلسل كمان كمس له جريء وانه هو بنقش قضية كتير ممكن يخافوا وتكلموا عنها من احلى الحاجات اللي جاتني بعدين جات لي رسائل من ناس انا معرفهمش بيحكوا لي عن تجاربهم ان هي سيدات يعني انهما تعرضوا النفس اللي تعرضت له البطلات في المسلسل اه بالزبط اه ده كان بالنسبة لي حتى لدرجة انهم اتصوروا فيه اطباء كتير اتعرضوا اللي عملوا القصة دي للأسف سمعنا عن حكايات كتير زي اطباء أسنان وخلافه بالزبط اه لكن هي مسألة ان كنت تكتبي حاجة والناس تتكلم على وناس بعتلك على ان هي طبعا ده بالزبط اللي حصل لي ده بيبقى طبعا ربما يخوف بس كمان بيخلي الواحد يشعر ان هو قدر يكتب عن حاجة تلمس الناس فعلا وكانت شغلاهم بس لزروف كتير كانوا خايفين يتكلموا عنها